انطلقت الآن الجياد في شوطها الثانية على جائزة مطلق بن محمد بن عجيبان يرحمه الله منها لرياض وحد رواد الذي ندخل رياض مع الملك عبدالعيز طيب الله ترى هذا الشوط لجياد وفراس المستورد عمر ثلاث سنوات فاكثر التي لم تكسب في المملكة هنا ويقام هذا الشوط على مسات في الالف وثمامية متر قيمة الجائزة اربعان وخمسون الف ريال ويشارك في نوبل بدوين ديم الصقر دكتور داش رياض مليونيوم متهيئ وهل تهجم محبوب شاكر كومندر لشعث دايم سخي نس وا في المركز الثاني من الخارج وفي المركز الثالث من الداخل نوبل بدوين المرشحة لكسب هذا الشوط أيضا هناك متابعة من بقية الجياد محموب شاكر من الخارج وايضا كومندر من الداخل والصدارة لدكتور داش في المركز الأول متابعة من سنوات وأيضا ديمة تتقدم من الداخل طبعا في هذه الأثناء ومحاولات لأخذ الصدارة من دكتور داش والشرح المتصدر الآن محاولات من ديم في المركز الثاني من الداخل وأيضاً نسناس في المركز الثالث ومحاولات محموب شاتر للتقدم وأيضاً محاولات لبقية الجهات التي تحسيموا وقعها مع اقترابها من المعطف الأخير وديم ما تتصدر ما شاء الله في المركز الأول محاولات ليتقدم من دايم سخي من الخارج في المركز الثالث وصدر للدين في المركز الأول دين متصدر في المركز الأول أخذت الجياد الآن الطريق المستقيم و 400 متر الأخيرة في هذا الشوط دين متصدر محاولات من بقية الجياد وشاهد الصقر أيضا يحاول أن يتقدم وصدر للدين ما شاء الله لقوة الأم الله مع دخول أيضا القوي لمتاهية في هذه الأثناء ودين ما شاء الله في المركز الأول متابعة أيضا من الصقر ومن متاهية وديم إلى خط نهاية معلية فوزة بالمركز الأول في الشوط الثاني ألف مبروك